لا شيء يصبط من عظيمة خير بل لكحل وهي التنظي بخطواتها في خدمة أرضها إرادة قوية ليس لها مثيلة إنها مثال للمرأة الريفية في تين دوفا نحرت نقطع النخلة نسقط النخلة نقلع تمر وحدي الخيمة بلاستيك نديرها وحدي البومبة تغسل لنهود الحاسي نفتحها وحدي دي لا كوردان عود نطلعها الأرض أم خرجنا منها ونقولولها وهي لتعطي كلش ما كانش كالأرض والفلاحة صعيبة صعيبة على الرجالة ماشي غير لنسا صعيبة الفلاحة فس واحد يكون صابور وخصها اليوم وغدوة ماشي غير يخدم شوية وروح وهي الفلاحة والتي رغم الصعاب استطاعت أن تعطي للأرض الكثيرة وعمرها يقارب الستين عاما بعدما استفادت من دعم السندوق الوطني للتنمية الريفية أعطتني باسان وعطتني حاسي هذا بش دعموني يعطوك حاسي فيه ميترانت على الماء أنا زيت هوت للماء بشرح كافية يدرك ميتين وخمسين نخلا كين زيتون كين كرموس كين رمان نحصي 551 مرأة تشتغل في مجال الفلاحي منها 67 مرأة مختصة في الإنتاج النباتي يعني فلاحات و484 مربية مواشي في المناطق الرعاوية عدة مشاريع استفادت منها المرأة الريفية على غير الكهرباء الفلاحية برامج الدعم اللي كانت في الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية نقول لأخت المرأة ماذا بيها تجاهد في الأرض هي اللي تعطيها كل شيء الأرض تعطيها كل حاجة هي عنوان لقصة كفاح ومثابرة ترويها لنا تقاسم وجهاتها فهي مرأة ليست ككل نساء وانا الفلاحة نخدم فطرابي تحت النخلات نخدم فطرابي وترابي جدادي زين النبات